السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صحبه وسلم ايها الاحباب الكرام سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد ان نخصصه للحديث عن فرضية الصلاة في ليلة الاسرائي والمعراج كما تعلمون جميعا العالم الاسلامي والمسلمون قاطبة استحضروا بالامس الليلة المباركة ليلة الاسرائي والمعراج في السابع والعشرين من رجب هذه الواقعة العظيمة والحادثة المتميزة التي اكرم بها الله عز وجل نبيه وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلد ذكرها في كتابه العزيز حينما قال في مطلع سورة الاسراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من اياتنا انه هو السميع البصير ربنا عز وجل اكرم كل نبي بكرمة فسيدنا موسى عليه السلام اكرمه الله بالعصى واكرمه الله تعالى بان كلمه تكليما وسيدنا عيسى بن مريم اكرمه الله تعالى حينما جعله من روحه وخلقه من غير اب وعطاه كرمات يبرئ الاكمه والابرس ويحيي الموت باذن الله وسيدنا ابراهيم الخليل انجاه الله تعالى من حريق النمرود وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وسيدنا يونس انجاه الله تعالى من بطن الحوت وندى في الظلمات الثلاث ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وسيدنا النوح من قبل انجاه الله تعالى في السفينة مع من ركب معه من اهل النجاة وسيدنا داود الان له الحديد واعطاه الملك وسيدنا سليمان سخر له الرياح ودوها شهر وروحها شهر واعطاه خدمة الجن والعثاريت وافهمه منطق الطير والحيوانات وسيدنا يوسف اعطاه الله الجمال وجعل ملك مصر يحظى باستقباله ورعايته كل نبي اعطاه الله تعالى كرامة من الكرمات فمدى اعطى لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان اصطفاه وجعله امام الانبياء وخاتم المرسلين واكرمه بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة ربنا عز وجل اكرم نبيه باعظم رحلة في الوجوب انه صعد به الى السماوات العلا واراه الملكوت واشهده على الرحموت حينما رأى اول الخلق واخر الخلق ورأى ما بينهما من احداث ووقائع طوى الله له الزمان وطوى له المكان ورأى كل شيء اول الخليقة قبل ان تخلق الخليقة رأى نفسه مخلوقا وقد جاء في الحديث رأيتني نبيا وادم ما يزال بين الماء والطن قبل ان يخلق ادم وسيدنا النبي محمد خلقه الله نبيا اول الخلق وقبل عالم الذر ثم اشهده الله تعالى ما سوف يكون بعد الموت والبعت والنشور والحساب وما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم والعياد بالله واشهده الله تعالى اشياء عظيمة ومتعددة ذكرناها في حلقة الامس مساء بالليل لكن ما يهمنا اليوم ايها الاحباب الكرام هو الحدث العظيم الذي تم تشريعه في واقعة الاسراء والمعراج ربنا شرع فيه فرضية الصلاة كل احكام الشريعة الاسلامية فردت فوق الارض الصيام الزكاة الحج كل شيء فرد فوق الارض الا الصلاة لم تفرد فوق الارض وانما فرضها الله تعالى فوق سبع سماوات ولم يجعل بينه وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واسطة كالعادة كان جبريل امين الوحي هو الذي يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحكام لكن في الصلاة ربنا اراد ان يعطيها لنبيه وصفيه محمد مباشرة لان الصلاة حقيقة امرها صلة بين الله وعبده ولا ينبغي ان يكون هناك اي واسطة بين الخالق والمخلوق بين الرازق والمرزوق بين المالك والمملوك لهذا ربنا سبحانه وتعالى شرعها وشرع حتى التحية سيدنا النبي لما وصل الى سدرة المنتهى وكان معه جبريل ثم قال لكل لنا مقام معلوم يا محمد لو تقدمت خطوة او قيد ام له لا احترقت واذا تقدمت لاخترقت سيدنا النبي سيجد جمهرة عظيمة من الملائكة يراها برأي العين رأى الملائكة رأي العين وقد سدوا الافق وقد استفوا صفوفا والصافات صفا وقدموا له التحية لما وصل الى ذلك المقام سمعهم جميعا يقولون التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلاوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم كل ملك رفع صوته بتجديد التوحيد اشهد ان لا الى الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم كل ملك صلى على النبي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هذه التحيات التي نرددها مرارا كل يوم في صلواتنا شرعت في السماوات العلا بعدها رفعت الحجب فوصل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقام وصل إلى سدرة المنتهى أعلى مقام وهناك كان قاب قوسين أو أدنى من ربه فكلمه الله تكليما ربنا كلم سيدنا موسى في الأرض لكن كلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء نبي الله موسى طلب من الله أن يراه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا لم يتمكن سيدنا موسى لكن النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم رفعه الله إليه من غير إرادة ليس النبي الذي تحدث عن نفسه بل ربنا هو الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده فالفعل لم يكن من رسول الله وإنما كان من رب العالمين فلم ينسب إلى نفسه شيء بل رب العزة هو الذي رفعه ثم رفعت الأحجب فرأى ربه قيل يا رسول الله هل رأيت ربك يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج قال أي نعم رأيت نور على نور الله نور السماوات والأرض نور تقشعر منه الأبصار وفي رواية قال ربنا نور أنى لي أن أراه أنى لي أن أراه والواقع أنه وقع اللقاء بين رب العزة وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك حينما أوحى إليه خواتيم البقرة جميع القرآن الكريم نزل فوق الأرض إلا خواتيم البقرة بدءا من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى أن قال ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا كلها نزلت فوق السماء ثم بعدها ربنا سيكلم نبيه تكليما وسوف يفرض عليه الصلاة يا محمد لقد فرضت على أمتك الصلاة خمسين صلاة في اليوم لأن ربنا أصلا خلقنا لماذا لماذا خلقنا ماذا نفعل فوق هذا الكوكب الأرضي هل خلقنا لكي نقرأ ونتعلم ثم بعد ذلك نتوظف ثم بعد ذلك نتزوج ثم بدلك نخلف أبناء وصبيان وبنات ثم نعيش سنوات معدودات ثم نودع تحت التراب هل هذه فلسفة الوجود لا ربنا يجيب فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق دل قوة مثين وظيفتنا أيها الأحباب الكرام في هذه الدنيا هي العبادة ثم العبادة ثم العبادة نعبد الله ونحن أطفال في سبع سنوات نصلي وفي العشر اضربوهم على عشر ونعبد الله في سن المراهقة ونعبد الله في سن العشرين ونعبد الله أثناء الدراسة والتعلم ونعبد الله عند التخرج ونصبر إذا لم نجد عمل ونكافح من أجل أن نبحث على لقمة عيش نظيفة ونعبد الله تعالى بالبحث عن وظيفة أو أي عمل نشارك به في المجتمع في بناء المجتمع نعبد الله بهذا ثم حينما نستقر نشارك في المجتمع مشاركة قوية نشارك بالأعمال الصالحة نشارك بأي عمل حزبي أو سياسي أو نقابي أو جمعوي أو ثقافي أو رياضي أو فني أو إعلامي كل عمل يساهم في بناء المجتمع ونستحضر دوما نحن نعبد الله وأنا أعمل أعبد الله شرطي يقوم بحفظ الأمن يعبد الله لأن الأمن من مقاصر الدين رجل منتخب في مكتبه يعبد الله لأنه يقوم على الشؤون العامة إنما يقوم بخدمة شؤون المجتمع والطبيب في عيادته يعبد الله لأنه يقدم خبد في حفظ الصحة وهكذا كل حتى الفنان وحتى الرياضي يرفه على الناس حتى لا يشعروا بالملل والدجر فإنه يعبد الله من خلال تقديم خدمة مباركة فنحن كلنا نعبد الله حتى في نومنا ونحن ننام نومنا عبادة نستريح من عناء وتعب اليوم لنجدد الطاقة من أجل أن نستأنف المسير عبادة طعامنا نأكل الطعام كله واشربه ولا تسرفه حتى هو عبادة لأنني أأكل الطعام لأتعقوى على عبادة الله وأقس على كل ذلك حتى في العطل لما أسافر ولما أستجم وأنظر في الملكوت وأستمتع بالحياة حتى هي عبادة لأنني أتخلص من العياء والتعب وأستجمع طاقة متجددة لأواصل الطريق فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن هذا لا ينبغي أن ينسين بأن جوهر العبادة في الصلاة والصلاة هي عبارة عن عن حركات مخصوصة وفي وقت مخصص أو بكيفية مخصصة فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات غير مقبول أن يقول الإنسان أنا مواطن صالح وأقدم خدمة للمجتمع ولا أكذب ولا أسرق وعندي ضمير وأؤمن بحقوق الإنسان فأنا يكفيني هذا لا يكفي يكفيك لنفسك أما مع ربك فلابد أن تكون من المصلين الحق عز وجل فرض في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج فرض فرضية الصلاة وقال يا محمد لقد فرضت على أمتك الإسلامية خمسين صلاة فأخذها النبي الكريم ولما كان راجعا من أعلى السماوات مر في السماء السادسة على سيدنا موسى بن عمران موسى الكريم فقال له يا محمد ماذا فرض عليك ربك على أمتك قال فرض علينا خمسين صلاة سيدنا موسى يتشاور مع محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد يا أخي إن خمسين صلاة كثيرة وإن أمتك لن تطيقها اسألني أنا لقد عشت مئة وعشرين سنة سيدنا موسى عاش مئة وعشرين سنة ومكدت مع بني إسرائيل سنين طويلة ورأيت العجب العجاب وإني أعلم بنفسية البشر ارجع إلى ربك واطلب منه أن يخفف عنهم فعاد النبي الكريم إلى ربه وسجد وأتنى عليه بالمحمد وقال يا رب يا رب خفف على أمتي أمتي ضعيفة خفف عنها يا رب فربنا الكريم الرحمن الرحيم أسقط عنه عشر صلاوات وجعلها أربعين ثم عاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بموسى عليه السلام فقال ماذا سنعتمع ربك قال لقد استعتفته ونقص لي أربعين عشر صلاوات بقيت أربعين قال كلا إنها كثيرة ارجع واطلب منه وبقي هكذا صلى الله عليه وسلم كل مرة يصعد وينزل وربنا ينقص له عشر 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 حتى وصلت خمس صلاوات فلما عاد لسيدنا موسى قال ارجع خمس صلاوات في اليوم والليلة كثيرة اطلب من ربك أن ينقص فقال النبي الكريم إني أستحي أن أعود إلى ربي لقد راجعته مرارا وتكرارا وأستحي بعد خمس صلاوات والله تعالى يسمع ويبصر ويرى هذا الحوار بين النبيين لاحظوا بأن النبوة فيها رحمة كان بين سيدنا موسى وسيدنا محمد من التشاور والتعاطف هذا النبي اليهود وهذا النبي الإسلام وكلهم على دين واحد لأنه ما في أديان في دين واحد فقط عبر تاريخ البشرية اسمه الدين الإسلامي هو الذي جاء به كل الأنبياء وسيدنا محمد جاء بالنسخة النهائية الخاتمة la dernière version ومن ثم لما رأى ربنا عز وجل سيدنا محمد على هذا الحياء وعلى هذا الخلق قال له وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد هذا الحياء الذي فيك إنك على خلق عظيم ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء الأنبياء والمرسلين ركزوا في أتباع أنفسهم أخلاقا كثيرا إما العدل وإما الرحمة وإما الصلة لكن الدين الإسلامي الخلق الأول الذي يميزه وينبغي أن يتاز به أهل الدين الإسلامي وهو الحياء فمن كان حييا فليقتنع بأنه على قوة الإيمان واليقين اسأل نفسك هل أنت فيك الحياء فأنت على على الصراط المستقيم إذا لم يكن فيك حياء فراجع نفسك رغم أنك تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل الخيرات احذر لابد أن تراجع نفسك عنوان الإيمان هل أنت فيك الحياء كان سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه حييا وكان النبي الكريم يستحي منه وقال عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة لأن كان فيه حياء قوي من أجل هذا الحياء ربنا أعطانا كرامة عظيمة جزاء كبير ماذا قال قال يا محمد لقد فردت على أمتك خمس صلوات وإن لهم بهذه الخمس خمسين صلاة لهم أجر خمسين صلاة خمسين نحن الآن نصلي فقط خمس صلوات لكن ربنا عز وجل يكتب لنا يوم القيامة كل يوم خمسين صلاة لأن الحسنة بعشر أمتالها نحن الآن أيها الأحباب الكرام نوشك أن نودع شهر رجب وسوف نستقبل شهر الشعبان وبعده رمضان وأكيد أن الكل ولله الحمد يستعد إيمانيا وتربويا لاستقبال هذه الشهور الفاضلة فرجب هو شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي هذه أيام طيبة هذه أيام كريمة فيها نفحات ربانية ينبغي أن نتعرض لها فهل نحن جميعا نصلي الإحصائية الرسمية في المغرب تفيد بأن عدد المصلين خصوصا في الجمعة أربعة ملايين ونصف عدد المغاربة الساكنة حوالي ستة وتلاتين مليون إلى أربعين مليون عدد المصلين في الجمعة أربعة ملايين ونصف حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحسب إحصائيات وزارة الداخلية كيف عرفوا هذا الرقم عن طريق تتبع صلاة الجمعة نحن في المغرب عندنا أزيد من خمسين ألف مسجد يصل فيهم الناس وكل مسجد له طاقة استيعابية بعضه يمتلئ برمته بعضه يمتلئ نصفه بعضه يفيد حول الشوارع المجاورة بحسب الخطيب إذا كان الخطيب ربانيا إيمانيا مقنعا فالناس يأتون إليه من كل حدب وصوب إذا كان بسيطا فالناس يأتون إليه بأعداد محدودة فالمهم من خلال هذه الأعداد أعلموا بأن بأن عدد المصلين في المغرب خصوصا في الجمعة أقل من خمسة مليون يعني رقم طيب لبأس به لماذا لأننا إذا استثنين النساء لا يصلين الجمعة والنساء في المغرب أكثر بكثير من الرجال واستثنين أيضا الأطفال الصغار واستثنين المرضى واستثنين رجال الأمن الذين ينبغي أن يكونوا مربطين على بعض المصالح الحساسة ورجال العسكر وغيرهم وأطباء في المستعجلات ويعني رقم لبأس به لكن علينا أن نقوم برفعه هذه الأيام المباركة علينا أن نستعيد لا شك في بيوتنا كلنا نعلم هذا هناك أفراد لا يصلون قد يكون شقيق أو شقيقة قد تكون الزوج لا تصلي أو يقول الزوج لا يصلي أو غيرهم فعلينا أن نتواصى وتواصعوا بالحق وتواصعوا بالصبر الرسالة التي أريد أن أبلغها أيها الأحباب الكرام هي علينا أن نستمسك بالصلاة لماذا ليس لأن ربنا عز وجل محتاج إلينا وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون هل هذا معنى أن الله محتاج إلى عبادتنا حاشا وكلا الله غني عن العالمين ربنا سبحانه وتعالى يقول لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أشقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو اجتمعوا وكانوا كلهم على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ربنا غني عن العالمين الله هو الغني الحميد لكن الصلاة نحن الذين نستفيد منها انتبهوا أيها الأحباب الكرام مدام الخطاب الذي يرتح إليه الناس هو خطاب المنفعة وخطاب المصلحة فلنخاطب الناس بمنطق المنفعة والمصلحة إذا صليت ماذا تكسب لأن الناس دائما بعضهم أو جلهم يبحث عن المكسب ماذا سوف تضيف إلي هذه الصلاة إن صليت أول شيء تضيف لك الفلاح إذا أردت أن تكون من المفلحين والفالحين صلي ربنا يقول في كتابه العزيز في صورة المؤمنون وهو يصف عباده المؤمنين الصالحين يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون المحافظة والخشوع في الصلاة ماذا يؤدي يؤدي إلى الفلاح من أراد الفلاح في الدين والدنيا ليصلي ومن أراد الشفاء من الأمراض والأسقام والعلل عليه أن يصلي سيدنا النبي إذا كان مهموم كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال فيقوم للصلاة وأذكر أحد الباحثين المغاربة كان يشتغل في الدنمارك في مركز للطاقة والأورانيوم ومركز فيه عباقر قبار هذا مغربي عبقري من العقول المهاجرة إلى الغرب في الدنمارك ولحظ البروفيسور الذي يقوم بالسهر والتعطير لهؤلاء الطلب الباحثين أن هذا الطلب المغربي المجد نموذجي في أخلاقه وفي أبحاته إلا عنده عيب واحد ما هو عيبه أنه يفعل مثل ما يفعل الفراش أو الحارس الذي يكون على عتبة الباب والمنظفة إنه ينحني ماذا يفعل يصلي قال له لو لا ماذا تفعل لماذا تصلي أركا حينما يأتي أوقات معينة تفعل مثل ما يفعل هؤلاء تذهب للصلاة ماذا تستفيد من هذه الصلاة لم يدر هذا الشاب ما يقول فأنطقه الله وقال إنني حينما أصلي أكتسب طاقة أكتسب طاقة فقال لو أثبت لذلك علميا وفعلا ذلك الطالب الباحث سجل أطرح الدكتوراه في هذا الموضوع وراح يبحث بالليل والنهار ويطلب الله أن يفتح عليه فتح العالي في نبي الله فحذر أطرح الدكتوراه خطيرة جدا في الدنمارك مفادها أن الصلاة هي كلها خير للطاقة البشرية فالإنسان يكتسب طاقة سلبية طيلة اليوم عن طريق التلفاز عن طريق الحاسوب عن طريق الأشعة المتعددة التي تدخل إلى الجسم وبالتالي نكتسب طاقة سلبية هي السبب في السرطانات هي السبب في الاكتئاب هي السبب في ضعف المناعة هي السبب في أن الإنسان يكون دوما غير مرتاح في حياته قلقا ضجرا بدأ عليه أن يفعل عليه أن يتخلص من الطاقة السلبية هل هناك من سبيل؟ لا سبيل إلا بالسجود لاحظ بأن مركز التفريغ يكون عن طريق الجبهة وأن تكون الجبهة على التراب وأن يكون ذلك بصفة مخصصة يعني قيام ركوع سجود على سبعة أعضاء وأن يكون ذلك على الأرض على التراب مباشرة إن كان أفضل وإلا على حاجز بين التراب لأن التراب يمتص الطاقة السلبية لحظ بأن هناك أناس في اليابان والصين يبحثون عن اليوغا ويبحثون عن الإشراقات الروحية يقومون بحركات فيها ركوع وسجود في ساعات مخصوصة هذه الساعة مخصوصة هي أوقات الآدان كلما ارتفع الآدان إلا وهناك دبيب قوي يورى عن طريق الأشعة الحمراء الفوق البنفسجية أن هناك دبيب قوي ترسله السماء والطبيعة طبعا الطبيعة صماء بكماء لا ترسل شيئا وإن من مرسل هو خالق الطبيعة سبحانه وتعالى فعند كل صلاة هناك دبيب قوي يرسله المولى جل جلله من تعرض إليه انتفع ومن تركه خسر فكان في أوقات الآدان بالضبط يكون الدبيب مرتفعا ثم لاحظ بأن ذلك الدبيب يتجه بعد ذلك نحو نقطة مركزة في الكون وبعد الأبحاث وجدوها بأنها مباشرة عند الكعبة المشرفة التي مركز الكون ثم لاحظ بأن الإنسان إذا كان متوضع في الأعضاء الخارجية يكون أكثر استقبالا لهذه الشعة المضادة وإذا كان يفعل هذا الأمر بمفرده يكون الدبيب ضعيفا أما إذا كان في جماعة مع الناس يكون الدبيب قويا كأنه أونتان يشجر الطاقة وكان البحث مفيدا بأن الإنسان الذي يصلي هو المستفيد جسمك يتوفر على قوة منعه جسمك يفرغ الطاقة السلبية جسمك لن يكون سجين الماضي وأحزانه وكروبه لن تصاب بالاكتئاب لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال ثم أيها الأحباب الكرام لا شك أننا في الدنيا نقع في خطايا نقع في دنوب نقع في زلات أفضل طريق لكي ننظف صحائفنا وأعمالنا من السيئات هي الصلاة صحابي جليل كان مفتول يعشق امرأة جميلة أخذ حبها في قلبه رغم أنه صحابي ولكنه التقى معها خلسة ووقع الذي وقع فجاء نادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أعرف فلانة وقد فعلت معها ما يفعله الرجل مع زوجته إلا أنني لم أجمعها سيدنا النبي طعطأ رأسه وقال له هل صليت معنا الجماعة قال أي نعم صليت يا رسول الله فقال اذهب فقد غفر الله لك ربنا يغفر هذه الدنوب التي تقع كثير في المجتمع طبعا لا ينبغي أن يفهم هذا الحديث فهما سيئا ويقول يكفي أنني أفعل ما ما أريد ثم أذهب أصلي مع الجماعة ويغفر لي ربي لا هذا الصحابي جاء نادما قد وقع الذي وقع ثم جاء نادما منكسرا يطلب العفو والتوبة من الرحمن سيدنا النبي لم يغلق عليه الباب وإنما قال ما دمت قد صليت معنا صلاة الجماعة فقد غفر الله لك مرة أخرى جماعة من الصحابة أتوا قالوا يا رسل الله رأينا فلان يسرق صحابي يسرق لما رأاه النبي الكريم قال هل يصلي معنا الجماعة قال أي نعم يصلي قال أتركوه إذن فإن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر الذي يواضب على الصلاة في وقتها مع الجماعة ويخشع لا تنتظر منه أنه يؤذيك لا تنتظر منه أن يسرق مالك لا تنتظر منه أن يقع في الغيبة والنميمة لأنه يستشعر بالرقابة الإلهية أي نعم قد يقول قائل هناك أناس يصدون ويفعلون ربما أن صلاتهم هذه ناقصة إنهم يقومون بالرقوع والسجود نقردك دون أن يخشعوا لابد أن تخشع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون علينا أن نخشع في الصلاة كلما خشعنا فيها كلما استشعرنا الرقابة الإلهية وشعرنا بحلاوة الإيمان وتخلصنا من الطاقة السلبية واكتسبنا مناعة قوية ثم إن الله تعالى تكفلنا بالرزق لما نقوم بالصلاة رزقك مضمون رب العز يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يا سلام والله كرامة لما نصلي في الوقت مع الجماعة بخشوع واطمئنان ونطلق الدنيا خلفنا نردها خلفنا يا سبحان الله بعد أن ننتهي من الصلاة ترى الدنيا قد تزينت وتعطرت وتقول لك ها أنا دا بين يديك خذني إليك الدنيا تأتي إليك راغمة الرزق والخير والبركة والتيسير كله يأتي إليك من عند الرحمن سبحانه وتعالى حتى لتكد تسأل بعض الناس من أين لك هذا من عند الله كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ربنا إذا أعطاك أدهشك ليدا أيها الأحباب الكرام من باب قول الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نريد أن نتواصى جميعا ونحن نودع شهر رجب ونستقبل شهر شعبان وعلى أبواب رمضان علينا أن نجدد العزم للصلاة نواضب عليها وأول صلاة نحافظ عليها الفجر الفجر وليال عشر لابد أن نفض الفجر لأن فيه كرامة من صلى الفجر وواضب عليه فإن الله تعالى يعطيه كرامات عظيمة مغفرة للدنوب والخطايا وقوة في الجسد لأن في الفجر ربنا يرسل ريح طيبة فيها شفاء والصبح إذا تنفس ريح طيبة يرسلها المولى من تنفسها السعضاء فإنه فإن له دواء ثم نحافظ أيها الأحباب الكرام على صلاة الضحة كل صباح إذا 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 استيقظنا نحافظ الضحة ركعتين الأولى بالفاتحة والضحة والليل إذا سجأ والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد وإذا زد وألم نسلح لك صدرك إذا زدنا عليها كان أفضل سيدنا النبي كان يصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية وما سلع أربع ركعات في الضحة كفاه الله مؤنة اليوم اليوم ربنا يعطيك الوعد بأنه سوف يكون طيبا مباركا أربع ركعات في الضحة ثم نواضب على الصلاوات في وقتها عند كل أدان نكون من المبادرين إلى المساجد متوضئين راكعين ساجدين وبعد الصلاة نحرص على الباقيات الصالحات ثم لا ننسى أيها الأحباب الكرام لما نصلي العشاء الأخيرة نختم بركعتين خواتيم البقرة التي نزلت فوق السماء ليلة الإسراء والمعراج لما نصلي العشاء قبل الشفع والوتر نصلي ركعتين الركع الأولى بالفاتحة وقوله تعالى آمن الرسول بما أمزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا المقطع الأول الركع الأولى الركع الثاني نقرأ الفاتحة ونختم بما تبقى لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت إلى آخر الآيات من صلى ركعتين بحواتيم البقرة كفتاه يعني كفتاه قيام الليل هذا كونز من كنوز السنة ماذا سوف نستفيد من كل هذه الصلوات هل فيها مضيعة للوقت هل يؤثر على مصار التنمية بالبلد هل هذا يؤثر على الكسل وعلى ترك العمل بالعكس حينما نصلي نزداد قوة ونزداد يقين ونزداد حياء ونزداد استشعار بالرقابة فالمصلي المستخدم المصلي أو الموظف المصلي لا يسرق ولا يغش ولا يؤذي لأنه يخاف رب العالمين لا تحتاج أيها المسؤول الكبير في الشركة أو في الإدارة أو في المصنع أو في أي مكان أن تنشغل بكاميرات المراقبة أو بأجهزة للمراقبة ولا الدولة أن تنشغل باستخبارات أمنية ما دام المجتمع يصلي يكون نظيف بفضل الله تعالى ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام وبعد أن نودع والوداع قريب نحن نسمع بين الفين والأخرى بأن أعداد الأموات كثير من يدري قريبا قد نودع كل مرة نسمع فلان قد أصيب بمرض والآن يخضع للتنفس الإصطناعي وفلان قد أصيب بتجلط دموي وفلان قد أصيب بسكتة قلبية وفلان قد أصيب بحدث سير من يدري لا بد أن نستعد للقاء الله سنترك كل شيء نترك كل شيء في الدنيا كل ما جمعناه من مناصب وألقاب وأموال وسمعة وأصدقاء وكل ذلك سوف يبقى في الدنيا لن ينفعك إلا عملك الصالح وتزود فإن خير الزاد التقوى هل تعلمون أيها الأحباب الكرام أنه لما يدخل العبد إلى قبره أول ما سوف يسأل عنه كل ما تعلموا في الدنيا من علوم ومعارف قد لا يحتاج إليها أول ما يسأل عنه قال صلى الله عليه وسلم الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله لأن الصلاة الذي يحافظ عليها عنده ضمان بأنه يكون من الفرقة الناجية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم أيبقى من درنه شيء قالوا لا قالوا وكذلك الصلاة خمس مرات في اليوم لما نصلي نغتسل من الدنوب والخطايا ونبقى طاهرين حتى إذا رحلنا من دار الفناء إلى دار البقاء ولبسنا الكفن الأبيض ودخلنا تحت التراب وأكلنا الدود ثم بعد ذلك جاء البعت والنشور ووقفنا بين يدي رب العالمين سنكون بإذن الله من المرضيين لأن الله عز وجل وعد بأن هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلن ينفع على مال ولا جاه ولا سلطة ولا متاع لا ينفع مال لابنون إلا من أتى الله بقلب سليم لاحظوا بأن الذين لا يصلون في الدنيا ويستكبرون ما الذي يقع لهم ربنا يأمرهم بالسجود أنتم في الدنيا كنتم أحرار وقد قلت لكم لا إكره في الدين الآن ذهبت الحرية هناك رأي العين مقام العبودية فيأمرهم الله عز وجل بالرقيع والسجود لا يستطيعون كما قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أفسارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود من قبل وهم سالمون ربنا دعاهم للصلاة وهم سالمون رفضوا واستكبروا وأبوا وقالوا هذا هذا كلام فارغ هذا كلام يؤثر على المصاري التنموي في البلد هذا لا يتفق مع ديمقراطية القرن الواحد والعشرين لا يتفق مع العصرنا والحداثة وما بعد الحداثة كل هذا من تلبيس إبليس لا تغرنكم أيها الأحباب الكرام هذه المصطلحات البراقة لا يصح إلا الصحيح حينما يقع الإنسان أمام ربه في هذا المشهد يندم ندما عظيما وطوبى للمصلين وطوبى للمصليات لأن الله عز وجل يوم القيامة يكشف الحجاب فنراه رأي العين وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة الله عز وجل يرفع الحجاب نراه رأي العين ومن تم يجمع بيننا فكما قال الله تعالى ولدينا مزيد ما هو يوم المزيد؟ يوم المزيد قيل هو يوم الجمعة يوم الجمعة ربنا يجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد المصلين والمصليات كل المصلي رجال ونساء يجمعهم المولى جل جلله يوم الجمعة لأداء الصلاة لكن ليس لأداء الصلاة كما كنا نفعل لا لرؤية الله لأن في الآخر ما في صلاة ما في عمل في متاع إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني منشغلين فقط بالتنعم وبالتلدد وبالمتاع ما في تعب ومن أعظم المتاع وأجل المتاع هي الرؤية إلى جلال الله الرؤية إلى كمال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يجمع الله تعالى العباد بينه وبينهم يرونه رأي العين أعظم متاع في الوجود أكثر من الطعام والشراب ومن العلاقة الزوجية ومن الأولاد الرؤية إلى الله عز وجل والناس يكونون بحسب القرب والبعد عن الله تعالى كما كانوا يفعلوا في الصلاة إذا كنت من المواضبين على الصلاة في وقتها مع الجماعة وتبحث عن الصف الأول وتحرص على ذلك تكون يوم القيامة في الصفوف الأمامية قريبا من الله تعالى تراه رأي العين وإذا كنت من المصلين على النبي الكريم في الدنيا تكون جليسه وأكيله وشريبه فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم حبب إلينا الصلاة وحبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا واجعلنا يا رب نؤدي هذه الصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا اللهم لا تجعل للمؤثرات الديني الدنيوي الدنيئة لا تجعل لها أثرا على قلوبنا ونفوسنا وجرنا إليك جرا اللهم يا رب خدنا إليك أخضى لكي نصلي في الوقت مع الجماعة في الفجر والضهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نخلو بين يديك في بيوتنا خلوة جميلة نناجفها رب العزة وارزقنا يا مولنا رزقا وفيرا وارزقنا رزقا كثيرا ومتعنا بالصحة والعافية واجمع شملنا مع أزواجنا وأولادنا وأحبابنا وأقاربنا وارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله